السلام عليكم أهلا بكم أحبة الصغار في حلقة جديدة وقصة مفيدة من حكايات تيتا Story Time with Teta أنا تيتا أمل وسوف أقرأ لكم اليوم قصة لطيفة وجميلة زينا تحب أن تقضي وقتا ممتعا وهي تراقب الناس والأحداث من حولها من نافذة منزلها القصة بعنوان من نافذتي وهي بقلم ورسوم هدى الشاعر هل أنتم مستعدون؟ نعم نحن مستعدون هيا إلى القصة أفتح النافذة كل صباح وأطل منها على العالم أسمع وأرى أشياء كثيرة من نافذتي أسمع صوت زقزق أرى العصافير على الأشجار ليت عندي عصفورا أعتني به وألاعبه أسمع منبه الحافلة أرى أخي حسان يركبها ليذهب إلى مدرسته حسان حسان سأنتظر عودتك لنلعب معا أسمع صوت باب سيارة بابا يغلق بشدة أرى بابا في السيارة إنه يلوح لي بيده مع السلامة بابا بابا لا تنسى أن تحضر لي بعض الحلوى أسمع صوت ماما تغني مع المذياع في المطبخ أعطني النايا وغني أعطني لعلها تحضر طعاما لذيذا للغداء أرى نحلة تقترب من الأزهار لا أسمع لها صوتا ترى هل تقف على الزهرة الصفراء أسمع الخالة أم ضياءة دند أراها تنشر الغسيل ولم تنتبه لقميص ابنها الذي طار بعيدا انتبهي يا خالة لقد طار القميص أسمع صوتا ينادي يلا يلا خيار يلا يلا بطاطا يلا يلا بندورة أرى بائع الخضار يدفع عربته ماما ماما هل تريدين شراء الخضار أو الفواكه؟ أرى سامي ابن الجيران يركب دراجته سامي سامي أسمع صوت أمه تنادي انتبه يا سامي مسكين سامي لقد وقع عن الدراجة أرى نحلة تقترب من النافذة أسمع طنينها عاليا سأغلق نافذتي بسرعة سأكتفي بالمراقبة من خلف الزجاج دون أن أسمع الأصوات جيد أنك بقيت هنا ولم تخرجي هناك نحلة في الخارج يا قطتي أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه القصة اللطيفة أحبة الصغار كانت هذه القصة من منشورات دار الياسمين للنشر والتوزيع لقد كان في هذه القصة التي سمعتموها بعضا من المفردات الكلمات التي ربما لا يعرفها بعض المستمعين الصغار هل تعرفون ما معنى هذه الكلمات؟ فمثلا الحافلة يلوح المذياع طنينها أحسنتم نعم الحافلة هي باص المدرسة المذياع وهو الراديو يلوح يعني يشير بيده طنينها هو صوت النحلة الطنين أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الكلمات الجديدة التي تعرفتم عليها في هذه القصة قبل أن أنهي هذه الحلقة أحبة الصغار أود أن أذكركم وأذكر مستمعي الكرام بأن تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي وأن تسجلوا البريد الإلكتروني الخاص بكم حتى يسلكم مجموعة من أوراق العمل بالتعاون مع موقع شمسات سوف تجدون الرابط في البايو على حساب الإنستجرام لحكايات تيتا وإلى أن نلتقي أحبة الصغار في حلقة جديدة وقصة مفيدة أنا تيتا أمل أقول لكم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر